بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجير من لجأ إليه ومؤمن من خاف منه وقابل من تاب إليه وفارح بمن سار إليه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الممجد محمود الفعال الذي كان أخوف العباد من ربه وأخشاهم إليه وأتقاهم له وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون اهدنا لمختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وبعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا مع نماذج من أهل الخوف والخشية مع نماذج ممن امتلأت قلوبهم بالخوف من الله والخشية منه والرهبة منه والإجلال له والهيبة منه وقد كنا مع الصحابة الكرام ذكرنا خوف معلم الدنيا الخوف من الله رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ثم خوف صديق هذه الأمة وحالته مع ربه ثم خوف شهيد المحراب وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثم ننتقل إلى شهيد المصحف إنه عثمان شهيد المصحف الذي استشهد وهو يرتل كلام الله بتلك اليد الظالمة العادية الآثمة الخاطئة عجيب عجيب وألف عجيب لهؤلاء وعجيب لهذه اليد الآثمة الخاطئة الظالمة التي يتجرأ صاحبها أن يمدها إلى هذا الطاهر المطهر النقي الصافي وهو يرتل كلمات الله جل جلاله وهو يسبح في بستان صورة البقرة ولكنه أراد ربك أن يختاره وأن يختار هؤلاء للدخول من أشرف أبواب القيامة باب الشهادة أشرف أبوابها الموت باب وكل الناس داخله ولكن اشتان بين داخل وداخل اشتان بين والج ووالج اشتان بين راحل وراحل بينهما كما بين السماء والأرض أراد الله أن يختاره شهيدا ويلقب بشهيد المصحف عثمان رضي الله عنه الذي ختم القرآن كله في ليلة واحدة بل وفي ركعة واحدة يبدأ القرآن من أوله وإذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله رحمته وإذا مر بآية عذاب وقف عندها واستجار بربه من عذابه يتفاعل مع القرآن وينفاعل مع القرآن لم تكن قراءتهم لم تكن قراءتهم قراءة لسانية أو حتى فكرية أو حتى عقلية وإنما كانت روحية وقلبية ومشاعرية يعيشون القرآن يعيشون القرآن يعيشون القرآن ويتفاعلون مع القرآن فإذا أبكاهم القرآن بكوا وإذا أفرحهم القرآن فرحوا هذا هو القرآن هو رضي الله عنه كيف كان خوفه كان بكاءا خشاعا لله رب العالمين كان وجل القلب تمر عليه الآية فتبكيه وتنهمر دموعه على خديه كان لعمر خطان في خديه ساقيتان تجري فيهما دموع العين التي فاضت كما قال الله عز وجل في أولئك الذين سمعوا القرآن بآذان قلوبهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض ليس تجري فقط وإنما فيضان فيضان لأن القلب عندما يمتلئ بخشية الله سبحانه وتعالى يفيض بالدموع لا يسيل بالدموع فقط وإنما هو الفيضان الذي تفيض به العينان وتجري الدموع وتجري الدموع على الخدين حتى يبل الثياب أو يبتل الثياب حتى يبتل الأرض التي أعليها هذا البكاء هكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وهكذا كان حاله مع كتاب الله تبارك وتعالى وهكذا كان بكاؤه وكانت خشيته من الله عز وجل خشية الواجلين الخائفين الفارين البكائين الذين تتقطع قلوبهم عندما يسمعون آية تصف النار كأن النار لم تخلق إلا لهؤلاء وأما الخليفة الرابع فهو شهيد الفجر شهيد صلاة الصبح إنه أمير المؤمنين أبو الحسن صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن أخيه شهيد صلاة الفجر قتل وهو ذاهب إلى صلاة الفجر لتشهد له صلاة الفجر هناك حال أم المؤمنين علي رضي الله عنه يصفه ضرار صاحبه الذي كان يلازمه مرة جاء أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه إلى ضرار فقال يا ضرار صف لي أمير المؤمنين أبو الحسن فقال عفيني يا أمير المؤمنين لأن مشاعره إذا بدأ يتحدث عنه ستتفجر لا يقدر أن يصفه قال لابد طلب الإعفاء ولكن معاوية قال لا لا بد أن تصفه لي قال يا أمير المؤمنين كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته الله يستوحش من الدنيا وزهرتها بينه بين الدنيا وحشة ويستأنس بالليل وظلمته حين يقبل الليل يجد أنسه هناك يجد أنسه هناك للخلوة فيما بينه وبين ربه كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته وأشهد بالله أني رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله أرخى الليل سدوله وغارت كواكبه يميل في محرابه قابض اللحيته يتململ تململ السليم أن يتململ تململ الذي لا سعته ذات سم لا يجد راحة يتململ تململ السليم ويبكي بقاء الحزين وكأني أسمعه الآن وهو يتضرع إلى ربه يا ربنا يخاطب الدنيا ويقول لها أبي غررتي وإلي تزينتي لقد أبنتك ثلاثا لا رجعة بعدها أي طلقتك طلاق الثلاث التي لا رجعة بعدها طلقتك طلاق الثلاث التي لا رجعة بعدها أمدك قصير أي عمرك قصير ومجلسك ومجلسك حقير وخطرك يسير هيهات هيهات أن تصل إلي ثم يقول بعد ذلك آهن يتأوه بشدة الخوف من الله عز وجل آهن على طول السفر آهن على قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آهن يتأوه من ذلك القلب الذي يطبخ من الخوف من الله عز وجل آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ماذا نقول أمام هؤلاء هذا هو شهيد الفجر شهيد صلاة الصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كانت له علامات تحت عينيه من شدة البكاء من خشية ربه سبحانه وتعالى هكذا كان حال هؤلاء القوم حسن المصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخاف خوفا شديد فقيل له لماذا تخاف هذا الخوف ويبكي بكاء شديد فقيل له لماذا تبكي هذا البكاء الشديد قال أبكي لأني أخاف أن أدخل النار هذا العابد الزاهد الورع الخاشع يقول هذا وقيل له إن أقوام يخوفوننا حتى تتقطع قلوبنا إننا نصحب أقوام يخوفوننا حتى تتقطع قلوبنا فقال رحمه الله لأن تصحبوا أقوام يخوفونكم حتى تدركوا الأمن خير لكم من أن تصحبوا أقوام يؤمنونكم حتى تدرككم المخاوف لأن الله لا يجمع على قلبه على عبده لا يجمع على عبده أمنين ولا يجمع على عبده خوفين كما جاء في الحديث الحديث القدس وعزة وجلال لا أمنع لا أجمع على عبده أمنين ولا أجمع عليه خوفين فمن أمنته في الدنيا خوفته من عذاب يوم القيامة ومن خوفته من عذاب هنا أمنته من عذاب يوم القيامة هذه المشاعر الفياضة هي التي حملتها قلوب عباد الرحمن فجاء دعاؤهم بهذا الدعاء الذي يتضرعون فيه إلى مولاهم ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ولماذا إن عذابها كان غراما لقد عرفوا حقيقة النار ولذلك ذكروا العلة فلما سألوا الله هذا السؤال لأن عذاب جهنم لا يفارق أصحابها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إن عذابها أشد العذاب كما جاء وصف ذلك في القرآن على لسان الرحمن الذي إنما خلق جهنم ليسوق بها العباد إلى الجنان فهو سبحانه وتعالى لا يريد أن يدخل عباده إلى النار أبدا وإنما يريد أن يسوق بها إلى جنانه فما خلقها إلا من أجل تخويف العباد حتى يسرعوا إلى جنات ربهم هذا المقصود من خلق النار ولكن من أبا فماذا يصنع ربه به من أبا كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبا قالوا يا رسول الله ومن يا أبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا الجنة معروضة والنار كذلك يخوف الله تعالى بها عبادة خوف الله تعالى بها عبادة لذلك قال الذين عرفوا حقيقة النار إن عذابها كان غرام والغرام هو الملازم الذي لا يفارق أبدا ليس لهم فترة معينة يقضونها فيها ثم يخرجون إلا ما كان من الذين ماتوا على التوحيد وكانت لهم من المعاصي ما جعلتهم لابد أن يذوقوا حر شيء من النار من أجل التطهير من أوساخ المعصية حتى إذا طهرتهم النار وزارت أوساخهم وأنجاسهم وأقذارهم فحينئذ يخرجون منها وينبتون من جديد نبتة أخرى جديدة وينشئهم الله تعالى نشأة أخرى لتؤهلهم إلى الجنة لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتح تبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين الذين تتوفه الملائكة طيبين ليس في الجنة إلا الطيب إذن هذه الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن والخصيصة الرابعة من خصائص عباد الرحمن ماذا بعد ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الصفة الخامسة وكل هذه الصفات هي صفات تحلية كما ترون بعد هذه الصفة ستأتي صفات التخلية إذن هذه الصفة تحلية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه في القراءة الأخرى يقتروا عباد الرحمن لا يظنن ظن أنهم درويش محصورون في الزوايا يتعرضون إلى صدقات الناس وينتظرون فتاة الطعام لا عباد الرحمن يعمرون أرض الله عباد الرحمن يملكون المال ولكنهم لا يتعدى أيديهم إلى قلوبهم مال عباد الرحمن في أيديهم وليس في قلوبهم لأن قلوبهم محصنة بحصانة الإيمان مستغنية بما عند الله فلا محل للمال في قلوب عباد الرحمن لأنها مستغنية كل الغنى إنما يدخل المال القلوب الخاوية على عروشها ومحصنة وأما القلوب مملوئة بغنى ربها فإنها لا تعرف التفاتة إلى المال ولا ميلا إليه لأنها متعلقة بعرش ربها والمتعلق بالعرش لا يمكن أبدا أن يلتفت إلى الدنيا كما ذكرت سابقا هناك عرش وهنا عرش فمن نصب عرش الرحمن في قلبه فهذا هو القلب العامر المتصر بعرش الرحمن الذي استوى عليه ربنا عز وجل استوى أن يليق به جل جلاله هذا القلب لا يلتفت إلى المال أبدا إذن مال عباد الرحمن في أيديهم وإذا كان في أيديهم فإنهم يحافظون عليه من أجل توظيفه فيما أمرهم به ربهم أن يوظفوه فهم عباد ولا ينظرون إلى ملكيتهم إلى ذلك المال أبدا كيف وهم مملوكون للملك وكل ما في أيديهم مملوك للملك هم عباد تسنموا تسنم المرتبة العليا في العبودية إذن كيف لا يكون هذا المال مملوك لملكهم فيتصرفون فيه بحسب أوامر ملكهم تماما ولذلك إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك أي بين الإسراف وبين الشح بين التبذير بين التبذير وبين التقتير جعلوا من ذلك صفة صفة مستخلصة هذا الاستخلاص لا يقدر عليه كل الناس كيف تستخلص من الإسراف هذه الدرجة من القوام وكيف تستخلص من التقتير هذه الصفة من القوام هذه تحتاج إلى إلى علمين تحتاج إلى علمين علم نظري وعلم تطبيقي تحتاج إلى التصور الصحيح وإلى التنزيل الصحيح فالله إذن يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وإنما يستخلصون من الإسراف ما هو خالص ليس مشوبا بشائبة التي تفسد المال إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الذي هو الشح يستخلصون كذلك من هذه الصفة من هذه الصفة المذمومة ما هو محمود فيها لأن فيها شيء لأن فيها شيء محمود الدنيا كلها لنكون على علمين ليس فيها خير محض وليس فيها شر محض دنيا كلها الذي هو خير محض هو الجنة والذي هو الشر المحض هو النار لأي ذو بالله ما الدنيا كلها ما هو مذموم فيها فيه شيء مما هو ممدوح إذا استطعت أن تستخلص لاستخلاص نا ما يسمى بالجريد جريد وما هو أيضا ما هو ممدوح ومحمود لابد أن يكون فيه شيء مما هو مذموم فكيف تخلصه من ذلك المذموم عباد الرحمن لما أتاهم الله عز وجل من قوة بصيرة استطيعون أن يستخلص من الإقتار ما هو محمود ومن الإسراف ما هو محمود فيكونون صفة جميلة خالصة نقية ليس فيها شيء مما هو مذموم ولذلك قال الله تعالى وكان بين ذلك بين ذلك مقرشت بين ذينك رمجوج تم لكن بين ذلك مش بين ذين مش بجوجهم لا بين مستخلص من هنا ومستخلص من هنا ولذلك جاء اسم الإشارة هكذا بين ذلك وكان بين ذلك ماذا كان بين ذلك كان بين ذلك قواما كان بين ذلك وصفا قواما قد يكون قواما هنا نعت قد يكون نعتا لموصوف قوام والقوام والاستواء الصفة الخالصة ليس فيها ما يذم من الإسراف ولا ما يذم من التقطير قالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان رحمها الله هذه المرأة التي كانت أفضل نساء عالمها فهي بنت الخليفة وزوجة الخليفة وأخت الخلفاء الأربعة انظروا إلى هذه الكلمة الحكيمة التي ستنطق بها هذه المرأة الحكيمة لما تزوجت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قيل لها هذه عاشت في القصر في قصر الخليفة قيل لها كيف عيشك فقالت حسنة بين سيئتين حسنة بين سيئتين انظروا إلى الاستخلاص حسن 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 الخلوص أو حسن الاستخلاص حسنة بين سيئتين الحسنة هي القوام بين ماذا بين سيئة الاقتار وبين سيئة الاسراف هل نستطيع اليوم ان نجعل عيشنا حسنة بين سيئتين على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة هل نستطيع ان نرقى باقتصاد نائل القوام ان نرقى باقتصاد الى الحسن فلا يكون عندنا فقر اذا استطعنا ان نرفع الاقتصاد الى القوام الذي هو العدل والتسوية والكمال فهل يبقى بيننا فقير لا ان عمر بن عزيز لما اقام الاقتصاد على القوام لم يبقى فقير في دولته جمعت الزكاة فلم يوجد فقير يمد يديه الى الزكاة فقال المسؤول عن جمعها يا ام المؤمنين جمعت زكاة افريقيا فلم اجد فقيرا يمد يديه اليها قال نادي في الناس من يريد الزواج فليأتي الى بيت الزكاة ليتزوج نادي في الناس من كانت عليه الديون فليأتي الى بيت الزكاة لتؤدى عنه ديونه نادي في الناس من اراد ان يحرر نفسه من العبيد فليأتي الى بيت الزكاة ليصير حرا نادي 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 فأتى الذين عليهم الديون فأخذوا ما يقضون به ديونهم وكذلك الشباب غير متزوج تزوج على حساب الزكاة وكذلك الرقيق تحرروا على حساب الزكاة والبقية قال أنصرها على الجبال لتأكلها الطيور هذا هو القوام اللهم اجعلنا من أهل القوام اللهم وفقنا يا رب للتحلي بهذه الصفات الجميلة حتى نكون من عبادك الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه إنك يا ربنا سمع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر